تخوفات بين اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة من لبنان من تدعيات العاصفة على أوضاعهم الرديئة أصلا بحسب ما يقولون هناك استعدادات مختلفة من قبل اللاجئين السوريين في المخيمات وخصوصا في بلدة عرسال التي تضم نحو 100 ألف لاجئ مثلا هذا اللاجئ يحاول تدعيم خيمته ببعض الحصى في محاولة منه لعزل خيمته عن احتمال طوفان المياه إلى داخلها بالطبع هناك نقص في بعض مواد التدفئة المخصصة للاجئين السوريين وتخوفات أيضا من عكاس ذلك على الأطفال الذين يسكنون هذه الخيام النائل هو العازل الوحيد بين عوامل الطقس المختلفة والذين يسكنون هذه الخيام هناك تقنين في استخدام المحروقات العائلات بدأت تقن في استخدامها نحو 20 لتر من المازوت فقط مخصصة لكل عائلة وصلت إليها وهي غير كافية إطلاقا للأيام المقبلة وهذه العاصفة من المتوقع أن تستمر نحو ثلاثة أيام وتنخفض فيها درجات الحرارة في المنطقة التي نقف فيها في بلدة عرسال إلى نحو 10 درجات تحت الصفر من بلدة عرسال إيهاب العقدي الجزيرة تخوفات بين اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة من لبنان من تدعيات العاصفة على أوضاعهم الرديئة أصلا بحسب ما يقولون هناك استعدادات مختلفة من قبل اللاجئين السوريين في المخيمات وخصوصا في بلدة عرسال التي تضم نحو 100 ألف لاجئ مثلا هذا اللاجئ يحاول تدعيم خيمته ببعض الحصى في محاولة منه لعزل خيمته عن احتمال طوفان المياه إلى داخلها بالطبع هناك نقص في بعض مواد التدفئة المخصصة للاجئين السوريين وتخوفات أيضا من عكاس ذلك على الأطفال الذين يسكنون هذه الخيم النائل هو العازل الوحيد بين عوامل الطقس المختلفة والذين يسكنون هذه الخيم هناك تقنين في استخدام المحروقات العائلات بدأت تقنن في استخدامها نحو 20 لتر من المازوت فقط مخصصة لكل عائلة وصلت إليها وهي غير كافية إطلاقا للأيام المقبلة وهذه العاصفة من المتوقع أن تستمر نحو ثلاثة أيام وتنخفض فيها درجات الحرارة في المنطقة التي نقف فيها في بلدة عرسال إلى نحو 10 درجات تحت الصفر من بلدة عرسال إيهاب العقدي الجزيرة ترجمة نانسي قنقر